نست مكملين في موضوع حلقتنا وحنعرف بالضبط يعني ايه من أستاذة نادا راشد خبيرة العلاج بالطاقة والطب التكميلي مسائل خير يا نادا مسائل خير هي مين بقى وده بيسترجلة بقى وده ست زينا عادي وستي أنا تديتها شوفة على السوشل ميديا الناس بتتكلم عن الموضوع ده كثير قوي وبتتاريق وانا مبقيتش فهمة هو اصلا ايه الموجة اللي طلعت فجأة والإكسباشن الغريب ده انا في رأيي الست المستقلة القوية زي ست بتعرف تشيل مسئولية ومش معنى ان هي بتعرف تشيل مسئولية ان هي مش ستة وان هي مسترجلة خالص بالعكس اعتقد ان ده مزيج وكمبينيشن من حاجات كتير بيبقى نوع شخصيتها ان هو بيحب يشيل مسئولية وجوزء تاني اكبر ده اللي كلنا بنمر به كستات او كرجالة ظروف لان فيه ناس كتير بتمر بظروف بيبقى عندها حل اما تعد يحرام تعاية وتقول طب هعمل ايه هعمل ايه اما تاخد قرار ان هي تبتدي تاخد قرارات في حياتها وتاخد زمام الامور زي ما بنقول انا مش شايفة خالص ان الست اللي بتاخد قرارات وبتقرر تعمل حاجات في حياتها لولادها او لنفسها او لجوزها او حتى لو هي لوحدها بتبقى اقل قنوسها من ست تانية قرارت مثلا ما تشتغلش وتعتمد على جوزها في كل حيات ولو ما اشتغلتش هي تبقى برطة برضو يقولك حتى لو هي في البيت مراتي مش سندلية مراتي مش مش شايلة معي المسئولية يعني احنا حتى الست اللي بتشيل المسئولية بقنا من الطريقة عليها يعني فانا حياتي كلها ناس بسمع مشاكل ناس وبحالي مشاكل ناس وبتعلم وانا ام وكده اللي انا اكتشفته مؤخرا ان العالم كله بقى فيه زي ما نقول لي خلل او بالنسبة للطاقة بتاعت الست والطاقة بتاعت الراجع ده بجد بقى ويرلد وعيد فيه مشكلة ان عشان كده بتقولي احنا بنتريق طول الوقت اه داني لما بتشتغلش بيتريق ولما بتشتغل بيقولك مسترجلة وبتاخد مكاني ولو مشتغلتش يقولك dependent عليها جدا وبتاخد فلوسي على طول فيه مشكلة لانه بقى فيه انا شايفة انه حصل خلل في الادوار فالستة لما لقيت الراجل بقى له كتير مش دلوقتي بس في العالم مش بس في مصر راجع لورا شوية بنقول ليت بقى حتى اللي هو مش قادر يعمل زي الاول مكسل مطنش فهي قلتلك طب انا حبتزي اخد الليد هاخد انا الخطوة لما خدت الليد الليد عملت عدم توازن فابتدى الراجل يرجع لورا اكتر هو ليه رجع لورا اصلا يا ندا يعني ايه الاسباب اللي خليته يرجع لورا بسي احنا بنقول عندنا كده في العلوم بتاعتنا ان ده نتيجة لحاجات كتير بسي التربية احنا دايما حتى كنا بنقول في مصر زمان لما تقري كدتي الستة بتربيه بطريقة مش صح عشان كده نسبة الطلاقات زادت لما الستة تتعلمت وبقينا بنسافر لان الراجل ممته للأسف مش دايما بتربيه بطريقة صح دايما زمان كنا حتى نقول البنت لو قاعدة وعندها اخ الام تسايب البنت المذاكرة وتقولها قوم يعمليه الاخو كي شاي وقوم يعمليه اكل وكنا زمان نقول طب ليه هو ما يقومش يعمل في نفسه عاو يعمل لنفسه حاجات على اعتقد ان طبيعة العالم تغيرت مع دخول التكنولوجيا والانترنت والناس بقت بتسافر اكتر والتعليم تغير والتطور فبقت الستة متفتحة اكتر الراجل بطبعه ما بيحبش التغيير هو ربنا خلقه كده عشان كده دايما تلاقي حتى واحنا بنذاكر حاجات مختلفة تلاقي الوركشابس فيها مثلاً 85 ستة ورجلين مش عشان حاجة هو الراجل بطبعه كائن بسيط ابسط كتير من الست الست معروفة علميا ان هي بتستوعب اسرع يعني حتى لو انسي عندك بنت وولد هتلاقي البنت اسرع في المدرسة يعني دي حاجة انا مش بنتقد الراجل او بعضنا في الستة ان هو كده الستات اسكة من الرجالة ما هو دا بجد والناس واخدها كده بس دا بجد بس دا مش حاجة غلط يعني هو اي راجل على فكرة عارف كده اي راجل متفتح هيقولك الستة اسكة وهي اللي بتعمل كل حاجة وانا ببقى قدام الناس عشان البرستيج والمجتمع انا بليد بس